السلام عليكم معكم علي أهلا وسلام بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتابع في هذا الفيديو عن طريقة تساعدني على التحدث من اللغة الإنجليزية بدون ما أحفظ قواعد ولا أدخل بمتاهات ممكن بتوفيها الهدف من هذا الفيديو أريد أن أصل لك أن اللغة سهلة مصعبة فقط أنا عندي نية أني أتعلم وعندي هدف لتحدث اللغة الإنجليزية تستطيع أن تطور من نفسك هذه الطريقة تساعدني كثيرا أن أمرر لساني وأن أفكر بهذه الطريقة باللغة الإنجليزية إذا كل اللغة الإنجليزية بهذه الطريقة أنت كمبتدى تسأل أريد طريقة تساعدني أني أتحدث بسرعة وأن أكون مواثق بالنفسي أنسى انتقاد وتعليقات الآخرين هدفي أني أطور من نفسي لكن كيف أبدأ؟ هذه الطريقة تساعدك كثيرا على التحدث باللغة الإنجليزية بعد هذا الفيديو رح تتغير نظرتك بالنسبة للغة الإنجليزية بتصير سهلة معقول هذه اللغة الإنجليزية بهذه الطريقة؟ نعم بهذه الطريقة أنا أتكلم للمبتدى بعدين أوكي أنا أريد أطور نفسي بالقواعد أطور حالي بالأزمنة أطور حالي بأين كان لكن أنا أريد خط أمشي عليه وأريد أوصلك فكرة أن اللغة سهلة مصعبة إذن دائما أحفظ صيغة سؤال بصم يبدون قواعد بدون أي شيء هذا يساعدني على التحدث لاحظ هذه الجمل كما نعلم الجملة بالإنجليزية يما تكون سؤال يما نفي أما جملة مثبتة يلا جملة ما فيه لا سؤال ولا نفي مثال كلها أسئلة لاحظ كل هذه الجمل والأسئلة تبدأ ب خلاص أحفظ عندنا اللاحظ بس الفعل يعني النشاط أو الحدث اللي يسويه أي تصرف يقوم به الإنسان عبارة عن نشاط ممكن يكون نشاط عقلي أو يكون في حركة معينة فقط تغير اللاحظ آخر كلمة هي الفعل خلاص أبدا يحفظها What do you أضع كلمة واحدة What do you build ماذا تبني What do you need ماذا تحتاج What do you clean ماذا تنظف What do you want ماذا تريد What do you drink ماذا تشرب What do you listen ماذا تسمع What do you mean ماذا تعني What do you think ما هو رأيك ماذا تعتقد ما فكرك ما رأيك What do you play ماذا تلعب لحظ سهل What do you What do you What do you What do you فقط نغير الحدث عندنا build need clean want drink listen mean think play مثلا What do you build every year ماذا تبني كل سنة What do you need for this meeting ماذا تريد لهذا الاجتماع What do you need to be happy يعني ماذا تحتاج لتكون سعيد What do you clean in the morning ماذا تنظف في الصباح What do you want to be when you grow up يعني ماذا تريد أن تصبح أو تكون عندما تكبر What do you drink in the evening ماذا تشرب في المساء What do you listen every day ماذا تسمع كل يوم What do you mean by that ماذا تعني بذلك What do you think about this meeting ما هو رأيك بهذا الاجتماع What do you play on Fridays يعني ماذا تلعب في أيام الجمعة إذن لاحظ نفس السؤال نفس البداية فقط غيرنا النشاط الذي يقوم به إذن هاي الطريقة تساعدني على التحدث بدون ما أفكر قواعديا إذن هدف من هذا الدرس أنه تحرك لسانك وتتكلم باللغة الإنجليزية هذا الهدف من الدرس وتفكر بهذا الطريقة What do you أكمل أيضا ممكن أخلي كل شي نفسه فقط اسم الاستفام What أضع مثلا When إذن أسماء الاستفام اللي حيب يرجع درس ماضي عنوان الدرس أو عنوان الفيديو من أين أبدأ بتعلم اللغة الإنجليزية تكلمت عن كلمات مهمة جدا مثلا الضمائر مثل أسماء الاستفام مثل الفعال الكون وهكذا إذن لحيب يرجع عليه موجود بالقناة يساعد كثيرا على أنه أنطلق باللغة الإنجليزية إذن كلمات مهمة حفظتها تسهل علي كثيرا أيضا هذه الطريقة تسهل علي تحدث باللغة الإنجليزية لكي أحرك لساني وأتمرن وأبدأ بالحديث وأكثر حاجز الخوف والخجل أيضا نستبدل لاحظ what فقط نستبدلها بwhen اللاحظ كان موجود what استخدمنا when when إذن كل الجمل نستخدم when لكي تعرف تبقى صيغة السؤال كما هي لاحظ when بمعنى متى إحنا خذنا بالأول what بمعنى ما أو ماذا الآن when متى when do you build the new home فقط وضعنا when when do you build muscles متى تبني العضلات muscle عضلة muscles عضلات when do you need this car متى تحتاج هذه السيارة need this car أي تكملة when do you clean this tower متى تنظف هذا البرج when do you want to go متى تريد أن تذهب when do you drink a cup of tea متى تشرب فنجان شاي when do you listen to music متى تسمع للموسيقى when do you mean that متى تعني بذلك when do you think in this way متى تفكر في هذه الطريقة when do you play football متى تنعب كرة القدم لاحظ نفسها فقط وضعت when الباقي نفس الطريقة إذا نحفظ when do you when do you when do you when do you متى كما قلنا متى تبني متى تحتاج متى وهكذا أيضا نستبدل نستبدل تكلمنا what ماذا when متى الآن where where أين where do you build أين تبني muscles or your muscles أين تبني عضلاتك where do you need to say that أين تحتاج أن أقول ذلك where do you clean this car أين تنظف هذه السيارة where do you want to go إلى أين تريد أن تذهب where do you drink a cup of tea أين تشرف في الجان شيء where do you listen to music أين تسمع الموسيقى where do you mean like this أين تعني بهذا where do you think in this way أين تفكر بهذا الطريقة where do you play basketball أين تلعب كرة السلة إذن نفس الطريقة where do you where do you where do you إذا أخذنا what do you when do you where do you أيضا أبدأ بwhy why يعني لماذا كلها why do you why do you why do you يعني لماذا أنت لماذا تبني عضلاتك why do you need this car لماذا تحتاج هذه السيارة why do you clean this tower لماذا تنظف هذا البرج why do you want to play football لماذا تريد أن نلعب كرة القدم why do you drink a cup of coffee لماذا تشرف نجان قهوة why do you listen to music لماذا تسمع للموسيقى why do you mean by this ماذا تعني بهذا why do you think in this way لماذا تفكر بهذا الطريقة why do you play football لماذا تلعب كرة القدم لاحظ نفسها نفس الكلام نفس الطريقة أنا أريدك تفكر أن اللغة الإنجليزية سهلة يعني مو صعبة فقط أمرر لساني وأتمرن وأتكلم وأنطلق حتى لو أقطع مرة ومرتين وعشرة مليون مرة لا تفكر بالخطأ فكر أنك توصل المعلومة لا تفكر بالقواعد القواعد سهل علي أنه أتكلم أربط الكلمات مع بعضها بشكل صحيح لكن بالطريقة هذه عندما أحفظ طريقة ما أريدك توصل المرحلة لأنه تضع في مخيلتك اللغة سهلة فقط ممارسة فقط متابعة شفتوا تكلمنا كثيرا باستخدام بعض الكلمات إذن سهلة إذن 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 بعد نهاية الفيديو راح أنت تكون خلاص بصمت هذه الطريقة صارت سهلة عندك فكرت بطريقة سهلة لكي أتحدث بدون ما أفكر بقواعد بدون ما أدخل بمتاهات ودائما تذكر لا تفكر أنه أنت إخطأت لا تفكر أنه لفظة الكلمة إخطأت به الهم أن يكون أنت وصلت المعلومة وصلت المعلومة للشخص اللي مقابل لك أنا لا أقول أنه أنك تخطأ لا إذا تستطيع أن تتحدث بشكل صحيح بدون أي خطأ هذا ممتاز لكن أنا أتكلم كمبتدى إذا أنت مبتدى إذن لا تفكر بالخطأ ألا أقول لك أنه عاد تتكلم بدون ما تحفظ قواعد بدون ما تتكلم بشكل صحيح أبدا هذا لا أقصده أنا أقصد أنت مبتدى لا تعرف شيء باللغة الإنجليزية تريد أن تنطلق وتحدث اللغة الإنجليزية إليك هذا الطريقة هذا هدفي من هذا الفيديو لا أشجعك أن تتعلم على الخطأ أنا أشجعك أن تبدأ تبدأ بهذا الطريقة بعدين من خلال المارسة تطور نفسك أيضا ممكن نستبدل نستخدم مع كل نكتبها بهذا الشكل أيضا كيف تبني عضلاتك كيف تحتاج هذه الطريقة إذن نفسها نحفظ أسماء الاستفهام هذه تساعدني كثيرا على التحدث إذن لاحظ نفس الجملة فقط استبدلنا اسم الاستفهام كما قلت سابقا وعيد وكرر تحفظ أسماء الاستفهام باللغة الإنجليزية هاو وين وير هاو أفن ويتش هاو مني هاو لون واي وير إذن أحفظهم بصهم بدونهم صعب أني أتحدث الباقي شفتوا وات ديو أكمل واي ديو وير ديو هاو ديو هاو لون ديو وات ديو إذن نفس الطريقة أتمنى أن أقدموا شيء لفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته